أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 19 أب اليوم رح يكون فيه أخبار كثيرة خصوصا عن الزوايا الفلكية لأنه فيه مجموعة زوايا فلكية واليوم القمر رح يشكل زوايا يعني الأبراج الترابية واللي طالعهم ترابي هم أكثر الأبراج اللي رح تستفيد بشكل كبير جدا طبعا ترابي ومائي هم تقريبا المميزين خلال هذا اليوم بسبب هاي الزوايا فيه بعض المكاسب للأبراج اللي هي النارية والهوائية ولكن مش بقوة الأبراج الترابية والقمر اليوم رح يكون سعيد بنسبة 100% يعني يعتبر هذا يوم سعد فعشان هيك يتابعوا معنا عشان تركزوا وفي كل شيء اللي تستفيدوا من كل شيء إن شاء الله تعالى طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الآن هو في منزلة سعد الذابح وهي العلاج والفراق والخلاص أو الحرية رح يمكث فيها في هاي المنزل لغاية الساعة 3.42 دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق والإتلاف وإتلاف الأموال أي صرف الأموال أو ضياعها والحرية بما أن القمر اليوم برضو موجود في برج الجدي فحكينا أن تأثيرات القمر لما بيكون موجود في برج إحنا منكتسب من هذا البرج من صفاته فخلال هذا اليوم منعود لطبيعتنا الجد ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أول زاوية رح تتشكل هي في ساعات الصباح في توقيت جرينج هي زاوية اقتران سلبية طبعا مش سلبية بمعنى سلبية كبيرة هي نقدر نحكي سلبية ضعيفة بين عطارد وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن انثور بشكل مبالغ فيه في وجه من ينتقدنا أو بيعطيه ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردات الفعل بكشف عيوبه وأخطاءه هذا بالنسبة لتأثير علينا كأشخاص طبعا على جميع الأبراج وهذه الزاوية مستمرة يعني رح تستمر تقريبا خمس أيام قادمة الآن على المستوى الدولي في بعض الدول المحتدمة شوي هيك فيها أحداث سياسية أو أحداث انتقادية أو فوضى بتدل هذه الزاوية على انتقادات وسائل الإعلام لزيادة نفوذ السلطة الأمنية أو الجيش في بعض البلاد وقمع الحريات والتعبير ممكن تتمارس سياسة قمعية ضد الصحافة وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة للتعنيف أو العدوان أو ربما للسجن بتواجه وسائل الإعلام كذلك الانتقادات لردي الأوضاع بالقطاع الصحي وقطاع الصناعة وقطاع الرياضة وربما شاهدنا إضرابات واحتجاجات أو بعض التصريحات اللي شوي حادة بتكون للأطباء والممرضين أو لليد العاملة في بعض المؤسسات وبتوجه انتقادات للقطاع الرياضي والمطالبة بالاهتمام في أكثر أو إدراج فئة شابة في الفرق والأندي يعني نوع من أنواع التشبيب يعني أنه بدهم عناصر شابة في هذا الموضوع وبما أنه عطارد والمريخ فهاي بدل برضو على أمور إلها علاقة عطارد بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والطقس والمريخ بدل على الحرائق والعنف فسهل جدا أنه يصير بالفترة هاي يعني شوية حرائق زيادة أو أمور إلها علاقة بالسيارات ترتفع درجة حارة السيارة احتراق شغلات إلها علاقة بأجهزة إلكترونية أو أعطال فيها أو تصير تحمى مثلا بشكل مفاجئ فإلها علاقة برضو بهاي الأمور بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا الزواية اللي رح تصير اليوم هي اللي برضو إلها تركيز أكبر لأنها هاي زواية سريعة ومؤثرة جدا طول اليوم رح يتشكل زاوية أو زاويتين في نفس الوقت اليوم هي الأولى زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة الثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وفي نفس الوقت بتصير زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بنفس الوقت بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يعني بمعنى آخر أصبح عنا مثلث بجمع الأبراج الترابية مع بعض وهذا التثليث تثليث إيجابي قوي جدا عشان هيك حكينا أن المميزين هم موليد الأبراج الترابية وتحديدا موليد العشرية الثانية من هاي الأبراج أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة مساءا بتعزز الخيال القصب وبيق والحدث وعليه فأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل يعني برضو هاي اليوم طلع للتجميل ممتاز جدا مش يجيني شخص يقول لي اسمعت واحد فلكي مشهور والمشهور هذا بقولك تستخدموش الزيوت لا أنا بقولك أنا باعتمد على زوايا وباعتمد على أمور إلها علاقة بقراءة وضع الكواكب وقوتها فاعملوا أي شيء لعلاقة بالتجميل أو لعلاج الشعر بزيوت غير زيوت الفترة هاي ممتاز جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية برضو بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة 11 و 58 دقيقة مساء يعني نقدر نحكي قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وحداث التغييرات المطلوبة هيك كل الزوايا لاحظنا أنه القمر زوايا إيجابية فعشان هيك القمر رح يكون سعيد جدا اليوم يعني هذا يوم سعد بعد الزاوية الأخيرة اللي إحنا ذكرناها بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و 58 دقيقة مساء يعني قبل منتصف الليل بدقيقتين ورح يستمر لليوم التالي اللي هو يوم الجمعة 28 حتى تمام الساعة 48 دقيقة صباحا وهاي بتعني أنه الفترة هاي فترة خلو المسار لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وتشمل بيشمل ذلك جميع موليد الأبراج بدون استثناء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدة حدى 11 يوم في تمام الساعة 22 و 20 دقيقة بعض الظهر بيصبح 12 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية منتحسة بنسبة 15% القمر بالجدي حتى يوم 28 اليوم سعيد بنسبة 100% عطارد في العذراء حتى يوم 38 منتحس بنسبة 25% الزهراء في الميزان حتى يوم 10 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 بحركة أمامية يعني بكرة رح يبدأ بعملية التراجع في حلقة الغد رح نحكي عن التراجع وتأثيراته هو اليوم سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل هذا يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل مناسب جدا طبعا واللي بيعملوا اليوم ممكن ينجحوا بالدفع بمصالحهم بشكل كبير وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنه زي ما حكينا بسبب بعض التأثيرات ما في داعي للإنفعال رغم أنه قليل من موليد برج الحمل ممكن يعصبوا اليوم بالعكس مزاجهم رح يكون تقريبا ممتاز حاولوا إنه بس تتجنبوا مخالفة القوانين استغلوا الأشياء الإيجابية اليوم لا ترفيع لا ترقي علاقاتكم مسؤولين أشخاص ضو مناصب ممكن تستفيدوا من كل هاي الأمور لمصلحتكم اليوم أهم شيء التحذيرات إنك تتجنبوا مخالفة القوانين والمجازفات الشائكة وإذا حسيت إنك ممكن بدك تنفعل حاول إنك تلجم هذا الشعور ما تخليه ينطلق أو يظهر علا العلن على أساس إنه ما يخسرك اليوم مئة أشياء ممكن إنك تكسبها برج الثور اليوم كثير من موليد برج الثور عندهم رغبة بأمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات خصوصا اتصالات مع جانب أو أشخاص خارج البلاد أو الدراسة الجامعية أو الامتحانات أو حتى أمور إلها علاقة بالمناقشات اليوم اللي بيروج لسلعة منكم رح يحقق إنجاز اللي عنده أمور إلها علاقة بالقضايا القضائية اليوم رح تكون لصالحه اللي عندهم برضو أشياء أوراق سفر معاملات رسمية أوراق قانونية برضو هاي اليوم من الأيام المميزة لإلكم اللي حابب يجرب حظه بيأمر إلها علاقة بالهجرة أو بالسفر اليوم يستغل هذا الوضع اليوم بتشعروا بقوة العاطفة بشكل هائل أو عالي جدا برغبة للتقرب من أحبائكم تجاوب أحبائكم معكم ممكن تخرج في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما بتتوقعها يعني تجيك معلومات اليوم بشكل سريع وشغلة يعني تدخل لك السعادة على المعلومات اللي رح توصلك بيكون عندك اليوم نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية والمالية برضو برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اليوم اللي عنده أمر بتعلق في بنك حقوق إلو بديو يخذ قرض مثلا بديو يعمل تسوية مالية بديو يحل مشاكل مالية بديو يحل مشكلة مالية بينه وبين شريك لإلو بديو يطالب بحق إلو مثلا يسترده إلو ميراث حابب يطالب فيه ويكون برضو لمصلحته هذا يوم مناسب لهاي الأمور اليوم جيد وبحمل فرص متاحة لمكسب مالي ولكن برضو لأنه في زوايا إلها علاقة أو المنزل الأساسي للقمر بتخلي الواحد يصرف فلوس فحاول قدر الإمكان أنك تبتعد عن المصاريف اللي ما إلها داعي حاول أنك تسارع لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف اليوم عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي في جميع المحاور برج السرطان هذا يوم مناسب لها تعزيز شراكاتكم اللي عنده مشكلة بينه وبين شريكه بالزواج أو زوجه وزوجته وحابب أنه يعمل مصالح اليوم هذا جيد للمصالحة وجيد للتقارب جيد للتفاهم للتلاقي ما بين الشركاء شركاء العمل أو العاطفة اليوم بوسعكوا إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري برضو في فرص للارتباط لموليد برج السرطان ممكن تبدأ من هذا اليوم هذه الفترة رغم أنها ضاغطة ولكن لساعات القمر اليوم ما رح تشعر بهذا الضغط الكبير صحيح أنه ممكن البعض يشعر ببعض التوعقات الصحية ولكن سرعان ما أنه بيتشافى منها ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات ولكن حاول أنك تهملها وما تعيرها انتباه برج الأسد رغم أن القمر موجود في البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة وهذا المكان بالنسبة لإلك بشكل محطة فيها نوع من أنواع التحدي حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكوا من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك اليوم ممكن ينقذك أحد الأصدقاء في مسألة ما أو يساعدك في مسألة ما أو تنجز أمر ما خلال هذا اليوم بمساعدة أحد الأصدقاء يعني برضو حاول أنك ما تأجل أعمالك وما تماطل فيها بالعكس حاول تنجزها بالكامل حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية اليوم عندك قدرة لإنجازها وإتمامها فما تتهرب من المسؤوليات برج العذراء أهم نقطة يبل ما أبلش بموليد برج العذراء عشان ما تزعلوا مني بدي أحكي عبارة وحدة الأجواء ممتازة جدا يعني ما فيه أي شيء اليوم يسمح لك أنك أنت تخلي الوسواس أو تخلي الإطراب الطاقي أنه يأثر عليك أو يحبطك أو يخليك تشعر بالملل أو التراخي صحيح أنه في زاوية الإقتران اللي حكينا عنها رح تكون موجودة في برجك بين عطارد والمريخ اتردها وحاول أنك ما تعيرها أي انتباه اليوم يوم بالنسبة لك مميز جدا ممكن ما يتعوض بالفترة القادمة القريبة فعشان هيك اليوم عندك رغبة تقرب من أحبائكم استغلوها تقربوا من أحبائكم ما تحاولوا تعملوا خلافات ما بينك وبينهم عززوا العلاقة معهم اليوم ما بيتخلى الحظ لا المالي ولا العاطفي تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء اطلع، غير جو، امبسط، امرح، افرح المهم إنه اليوم تستغلها بكل إيجابياتها حتى بالتجميل ممتازة جداً برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم تقدروا تهتموا بالشؤون العائلية ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو نوع من أنواع الدعم لإلكم من أحد أفراد العائلة أو فرحة أو هدية أو عودة أحد أفراد العائلة لأرض الأم أو لمن شاء الأجواء جيدة ممتازة جداً الوضع العائلي والمنزلي بيكون فيه نوع من أنواع الوئام صحيح إلا يتظهر بعض المشاكل الشخصية ولكن سرعان ما بتنتهي ما تعيرها انتباه ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء تقريباً رح يكون فيها أشياء مميزة بالنسبة لإلك ولكن الأهم أنك تراعي الوضع الصحي بالنسبة لإلك أو لأحد الأحبة برج العقرب اليوم عندك نشاط عالي جداً في أمورها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات عندك قدرة على الإقناع عالية جداً هاي فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو تعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران بتدعمك الحضود وبتكون جريء في التعبير عن رأيك لدرجة أنت ما بتتخيلها بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بالفت النظر اللي بيشتغلوا في نظام التسويق أو التجارة ممتازة جداً اللي عندهم أجهزة إلكترونية أو حابين يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية تليفون أي شيء اليوم برضو لصالحكم وبدعمكم الأجواء اللطيفة بتحمل معها لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك فبدك تستغل كل الإيجابية اللي موجودة في هذا النهار برج القوس اليوم بيحمل لك فرص مالية الفرص المالية هاي بتيجي مكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكو ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية تيجي بشكل مفاجئ أو مفرح بالنسبة لإلك أهم شيء إن كتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تهتم في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح مميز فعشان هيك انطلق واستغلها برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم عندكو طاقة هائلة جدا القمر اليوم بشكل زاويتين تثليث معك بشكل يعني قوي جدا جيدة لتعزيز العلاقة مع الأحبة جيدة على مستوى السفر والتنقلات جيدة على مستوى الدراسة والقضايا القضائية جيدة على مستوى علاقتكم بأبناءكم اليوم ممكن تبادروا في خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية وبتحملكو انفراج ملموس بعد مراوحة وركود عليكو التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر وممكن يكون في بعض المفاجآت لما وليد برج الجدي انه تقعوا في علاقة غرامية تكون أساس لارتباط قادم برج الدلو ورغم انه القمر موجود في بيت المتاعب عندكم وانه بشكل زاوية شوي صعبة معاكم بتطلب منكم انه تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا انكم ما تتخذوا قرارات مرتجلة يعني ممكن اليوم تنجزوا بعض الأعمال المتراكمة ولكن بدون ما تتعب حالك زيادة ممكن تشوف حالك هيك تهدأ وطيرتك تحس انه في نوع من أنواع الركود او تلغي بعض الموعيد بالنسبة لك او تلتغى هي لحالها الا انه برضو بيحمل اليوم اليك فرصة مميزة جدا الفرصة هاي ممكن تيجي مع أجانب او ناس خارج البلاد او من سفر او امور لها علاقة بخبر بيجيك من الخارج الاجواء فيها شيء مميز ولكن بيجي بشكل مفاجئ لالكم حاولوا انه اليوم ما ترهق حالك كثير بالامور ولكن لحالها الامور ممكن انها تيجيك لعندك فيه اشي مفاجئ ممكن يصير اليوم يغير كثير كثير بنظرتك للأيام القادمة برج الحوت اليوم تقدر تعززوا صداقاتكم في نوع من انواع الفرحة راح تصير بانجاز امور ممكن تكون بمعاونة الاصدقاء او بتعاون الاصدقاء او بلقاء الاصدقاء منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة او ينهمك بمناسبة تكون من عنده يعني هو عنده فرحة معينة الناس مجموعة عنده او هو يساهم بجمع الناس يعني الاجواء اليوم اجتماعية بالكامل وبرضو فيه اشي مميز بتسعى للاتفاق اليوم او الوفاق وبتحتفل بنجاح او تطور علاقة معينة ممكن تتعزز شعبيتك وتحصد ارباح اليوم بتفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب لجنبك اليوم رح تغف عليك كثير من الضغوط وبيطمئن بالك يعني حتى لو كان عندك ضغط كثير يعني مسئوليات او شغل او حركة الا انه رح تنجزها وتكون سعيد بانجازك لهاي الامور فيه اجواء سعيدة بتحيط فيك حاول انك انت تستغلها بالكامل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقوف иной اشتركوا في القناة